بسم الله الرحمن الرحيم أنا أزعم أن لدي وصفة سحرية للخشوع وكل من يطبق هذه الوصفة للخشوع سيخشع في صلاته بإذن الله وهي سهلة جدا جدا بس دعني أخذ النقطة الأولى ما هو الخشوع بمصطلح يسير جدا ليس بتعريف معقد ولا شيء الخشوع هو السكون عدم الحركة الله عز وجل يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى الآن عرفنا أن معنى الخشوع هو السكون كانت ساكن الأرض فأنزل الله عليها الماء فأنبتت بإهتزت وأنبتت وكل من يرى المقاطع هذه اللي يسوونها في السلو موشن يرى كيف تهتز الأرض حينما تنبت أولى طريقة الخشوع هذه أن تسكن يعني تعريف الخشوع بأنه خروج من الحالة المألوفة إلى اتصال روحي وصعب الوصول إليه أنا لا أريده يعني بعض الناس يصير عند الخشوع أن حالة روحية وجدانية صعب الوصول إليها أنا حي ما بيمنك ولا شيء أنا بس أبيك تسكن فقط بعض الناس اسمحوا لي بقوم أوريكم الحين تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام لما تأتي تكبر تشوفون كلكم في المسجد أنا إمام مسجد وكثير منكم أمام مساجد هكذا يكبر بسرعة كأنه يعني مرتبك كأنه يعني والتكبير إذا أردنا أن نأخذ بالخشوع يكون بالسكينة الله أكبر بطيء في تكبيره بطيء في ركوعه الله أكبر يركع يعني ترى الخشوع من ركوعه ومن هيئته في الصلاة البعض خاصة في السجود والله لما أصلي بالناس سبحان الله عين الله عز وجل خلق العين أنها ترى الزوايا وأنا أهوي للسجود بعضهم يسبقوني في الهوي كأنه طير جارح إلى فريسته صحيح يعني في مشكلة كبيرة جدا في السرعة في الهوي إلى السجود والأصل أن يكون الخشوع موجود في سجودك لله عز وجل يريد استعجل الذهاب إلى السجود شوقا أنت رازم دكتور أترقع له فنحن نبي يكون الخشوع مسيطر على هيئة الصلاة هذا الشيء الأول مستطاع أم لا؟ سهل سهل جدا الأمر الثاني غير من صلاتك بالأذكار التي تقولها في الصلاة انتهت الوصفة يعني استفتاح الصلاة البعض سبحانك الله ومحنه وتبرك اسمه تعالى جدك ولا لغيرك فقط انتهى يوجد وجهت وجهيه للذي فطر السماوات والأرض فيه الله أكبر وكثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وكثيرا في التكبيرة الإحرام يعني شوف كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة بشكل عجيب الآن تكبيرة الحمام الرواية حذوة المنكبين وحذوة شحمة الأذنين تأمل مرة هنا مرة هنا حتى في وضع اليمنى على اليسرى تستطيع القبض تستطيع بدون قبض تستطيع قليلا ما در إشي يسمونها الصلاحة نسيت الاسم الفقهي لها يوجد كثير من الأشياء في أبسط الأمور التحيات الآن التحيات الذي يحفظه أغلب من المسلمين التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويوجد أكثر من أربع صيغ في الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم في السورة التي تقرأها بعد الفاتحة البعض عند عقد مع سورة الإخلاص والكوثر لا يغيرهما اقرأ التين الشرح البينة البينة يعني هذه لا تقرأ لا تكاد تقرأ حتى من قبل الأئمة أنا أقول حق الشباب أقول لماذا لا تقرأوا الممتحنة والبينة والطلاق والمدثر يعني في بعض السور في ترك حقيقة زين أنا ما بك تروح عند السور الصعبة اقرأ القدر العلق لا شيخ أحمد الأشياء الجميلة هذه المساجد نفسها نادر تلقى إمام يقرأ صورة الجن نادر يعني فعلا في مشكلة يا جماعة الخير في قضية أن الصلاة أصبحت آلية أنت تكرر صلاتك نفسها بالضبط غير في الأذكار وأوصيكم بكتاب كتيب كتيب صغير ألفه مؤلف كريم اسمه الشيخ طارق القطان اسمه التنويع في أذكار الصلاة جمع فيها الروايات الصحيحة فيما ورد في أذكار الصلاة جزاكم الله خير السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر